بهدف السيطرة على منطقة حوض اليرموكي من جيش خالد بن الوليد المتهم بمبايعته لتنظيم الدولة أعلنت غرفتا عمليات أهل الأرض وصد البغاة في ريف درعا إطلاق معركة الفاتحين غربية درعا قائد فرقة الحق في الجيش الحر قال إن هذه المعركة ستكون فاتحة لتطهير واجتثاث جيش خالد مؤكدا أن ثقته كبيرة بالجيش الحر ومشيرا إلى أن هذه المعركة تختلف عن سابقاتها قائلا إنه قد طفح الكيل ولابد من عمل حقيقي وجاد بالتعاون مع الجميع ومساعدة الأصدقاء على حد تعبيره بعد رص التحركات الدواعش والتجمعات لهم في الميم دال وتل الجموع تقوم فرقة أحرار نوى بدك الدواعش براجمة الصواريخ الله أكبر والعزة لله وفي سياق التحضيرات للمعركة حصنت فصائل الجيش الحر مواقعها وأغلقت كافة الطرقات والنقاط المؤدية لمنطقة قرى حوض اليرموك تمهيدا للمعركة واستهدفت الفصائل بقذائف المدفعية والهون وراجمات الصواريخ عدة نقاط لهم متمكنين من تدمير تحصينات لهم وقتل وجرح العشرات منهم حسب ناشطين بدوره كثف جيش خالد بن الوليد حواجزه في مناطق سيطرته وكان هناك تحرك لدباباتهم على طريق تسيل نوى وانتشار كبير وواسع لعناصر التنظيم على طرق رجم بنتو وحرش تسيل والطريق المؤدية إلى قراء البكار وصيدة الغربية وعين ذكر نشطاء إعلاميون ذكروا أن طائرة بدون طيار استهدفت موقعا لجيش خالد في سد المقرز إضافة لخمسة صواريخ استهدفت كل من تل الجموع وكتيبة الميمدال في عدوان ودشمة جلال في تسيل كما رشحت أنباء عن مقتل قيادي من جنسية أمريكية إثر الغارة إضافة لسقوط جرحا في صفوفهم اشتركوا في القناة